زيارة لمسقاط إلى صنع أخرى العشرين يوما فقط لم ترد إلى وسائل الإعلام سوى تصريحات الحوثيين التي تلعب على حبلين ففي الواحد والعشرين من ديسمبر صرح الحوثيون بأن مطلبهم الرواتب وصرح الحوثيون في العاشر من يناير الجاري بأن الوضع الإنساني بات يتصدر ما يسمونه الملفة السياسية والتفاوضية وما بين التصريحين يظل هذا الكلام في البداية والنهاية عبارة عن وجهة نظر طرف الحوثيين فقط في وقت لم يبصح العمانيون إلى الآن عن أساس عمليات الزيارة إلى صنعاء أو توجهها داخل الملف اليمني بعدما ذهب البعض إلى اعتبار العمانيين كضامن على الحوثيين واعتبرهم البعض وسيطا خليجيا خليجيا إلى صنعاء مصادر سياسية القارت لوسائل الإعلام عربية بأن الوصول العماني إلى صنعاء جاء نتيجة تعثر مشاورات غير معلنة بين الحكومة الشرعية ودول الخليج من ناحية والحوثيين من ناحية أخرى ووصول هذه المشاورات إلى طريق مسدود وصيف للزيارة العمانية بأنها محاولة لإنقاذ مرحلة سياسية تم وصفها بالهامة لاحتواء تفجير الحرب في اليمن من جديد هذا وما تزال صدمات السياسية الداخلية بالنسبة لمجلس القيادة الرئاسي هي العائق الأكبر أمام إحراز أي تقدم سياسي في الملف اليمني وتشهد كوالس التعيينة في مناصب قيادية للوزارة السيادية ورئاسة الحكومة شدا وجذبا في انسلاق يراه البعض عن الواقع وعدم مواكبة المجلس لمهامه العسكرية في المقام الأول وهو ما قد ينعكس بشكل بالغ على عملية السلم وتكافؤ القوى والتوجهات داخل اليمن وبعيدا عن المشاورات أو احتوائها هناك تتفق مستمر لسفر البوت الإيرانية إلى الشواطئ اليمنية حيث أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية تعتراضها في السادس من يناير الجاري سفينة صيد وعلى متنها شحنة أسلحة أثناء محاولة تهريبها عبر الطريق البحري من إيران إلى اليمن وفي الوقت الذي يتم الحديث فيه عن مشاورة سياسية لإنهاء الحرب في اليمن ومحاولة تمديد الهدنة المنقضية يظهر أن جنح إيران العسكري ما يزال يعكر جو أي تقارب عربي مع الحوثيين والاستمرار في جعل اليمن قائدة عسكرية ثابتة لإيران تستخدمها عبر الحوثيين في ملفاتها السياسية والدولية ترجمة نانسي قنقر